لم تخاطر اي حكومة سابقة تولت السلطة بعد تغيير في البلاد عام 2003 بمواجهة مافيات الفساد بالمنافذ خشية اثارة غضب المستفيدين حتى اصبحت العنوان الابرز للفوضى الادارية والامنية ومرتع لتجار المحرمات من سلاح ومخدرات فهل سيحالف الحظ الكاظمي بانجاح اولى معاركه ضد الفساد وهل سيقضي الرجل على اشباح المنافذ هناك يقول مراقبون ان القوة وحدها لان تحلم مشكلة فساد الحدود الامور هنا متداخلة ومعقدة تماما ولتلك العقد بعض مفاتيح النجاح اهمها تصفية كبار الموظفين الفاسدين المتعاونين مع العصابات ازالة العقبات ودعم التنسيق اضافة الى الشروع بالية جديدة في عمل الدوائر الجمركية البالغة نحو 14 دائرة في كل منفذ توفير الحماية اللازمة للموظفين من العصابات الخطيرة في المنافذ اغلاق فوري لمنافذ موازية غير حكومية للمنافذ الرسمية كما حدث مؤخرا في منفذ القائم بالانبار وهناك نماذج مماثلة في منافذ كردستان الخارج تماما عن سيطرة الحكومة الاتحادية ضبط المطارات خاصة مطار النجف الخارج عن السيطرة والموانئ كذلك يدرك الكاظمي ان ضبط الحدود قضية دولية مهمة تصحح علاقات العراق مع محيطه الاقليمي والدولي تجاريا وسياسيا وتفي بمتطلبات الحياد العراقي قدر الامكان كشرط في الاستقرار داخل الاستقطابات الحادة اذا دشن الكاظمي معركته الاولى ضد واحد من اكثر ملفات الفساد في العراق والمتعلقة بالمنافذ الحدودية للبلاد التي تدر ست مليارات دولار سنويا يذهب تسعون بالمئة منها الى جيوب العصابات والمتنفذين في معركة صعبة سيقود النجاح فيها الى اعادة هيبة الدولة فضلا عن رفض الموازن العام للبلاد بمبالغ يمكن ان تقلص من العجز المالي الذي تعانيه